في المدن الغربية الآن أصبحت هذه الأعمال ظاهرة للعالم أجمع وليس على الساحة الليبية فقط ولكن علينا الخوف في مسألة ما تم إناطه للبحثة الأممية ولجانة خبرة في قرار مجلس الأمن ومهيات تقييد هذه الوقايا في تجلات البحثة الأممية ولدى لجنة الخبراء في مجلس الأمن إلا أن الحصولين في بيبيا قد رفضنا العديد من هذه الانتهاكات في مدينة درنة ومدينة بغغازي ومدينة سرب كانت كل هذه الوقايا ثابتة في حق هذه المجموعات ومن انتمأ إلى هذه المجموعات ومن تعادهم ومن تهل وجودهم طواء كان على الساحة الإعلامية والساحة الثياسية طواء كان الدعم سياسي أو إعلامي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التابعة لهذه الجماعات الغابية أخي عبدك يدر القانون واضح وصريح القانون الليبي جرام عديد من هذه الأفعال منها جرام الخطف والقتل والتهجير هذه المجموعات الغابية قامت بالعديد من هذه الجرام في كل المدن الليبي أن نستثني بعض المدن ولكن المثل مثل الاستماع وتفعيل المنظومة الدولية لرفض هذه الوقايا الثابتة في حقهم إلا أن للأسف هناك دول تدعم خصوصاً تركيا تدعم وجود هذه المجموعات الغابية وقد شاهدنا كيف كان الدعم جزتياً وعذكرياً وإرسال الأسطحة والمرقبة إلى هذه المجموعات المتمركزة في العاصمة المبيض إضافة إلى العميل فايز السراجون كان مدنياً ولكنه يسأل جنائياً على القانون الليبي والقانون الدولي على دعمه لا محدود لهذه المجموعات الغابية نحن أمام وقايع ثابتة في حق هذه الجرامات طبعاً كانت في مدينة طورغا بتهجير هذه المدينة كل أهالي طورغا هجروا من مدينتهم بأبان طور 17 سبراير والآن هجرت مدينة كاملة مدينة ترهونة نحساج إلى نعم سيد محمد وصلنا الآن فيديو من داخل مدينة ترهونة لمنزل أو منازل تم إحراقها نشاهد الفيديو ومن ثم نعود إليك مجدداً إذا نران ترونا طاعة طريقة نران ترونا طاعة طريقة خذت وردك نران ترونا إشار ترونا في مهب النار في مهب النار هذا دم الشهادة هذا عجانكم يترهن هذا عجانكم يترهن هذا عجانكم اشتركوا في القناة شهاد الفيديو الآن نحن علينا نكون وضعين أكثر يا أخو يابد جادر المجتمع الدولي يشاهد عن كثب مثل هذه الأفعال ولا يمكننا أن نخفي أن المجتمع الدولي ليس لديه مصالح في ليبيا أو هو من بعض الدول تقوم بجود هذه المجموعات الإرهابية ولكن نحن كليبيون يجب علينا الالتفاف حول القيادة العامة لجيش العرب يعني عندك مثال القيادة العامة لجيش العربية عندما دخلت طبراتها وصرمان وطرهونة وكل المدن في المنطقة الغربية لم تحرق منذل ولم تقتل طفل أو امرأة وتلغم الآن أصبحت هذه المجموعات الإرهابية يعني شيء مصحك في الأمر أنه منذ القيادة العامة مستحبة من محاور القتال من المنطقة الغربية منذ قرابة أسبوعين الآن بدأوا يتحدثون عن عملية التفخيخ وحتى يجدوا نظر العالم عن التفخيخ في المدن التي كانت تصدر عليها يعني أشياء مصحكة وأصدوانات باهثة لهذه المجموعات الإرهابية هل هؤلاء يمكنهم أن يصنعوا دولة مدنية بهذه الأفعال؟ هل أخوتنا في المنطقة الغربية لا يشاهدون الصوري والمرتزق الطرقي والصوري وغيرهم من الملل التركمانية إلى غيرها الموجودين في العاصمة اللي بيت رابلس وهو في المدن المسيطرة عليها من قبل هذه المجموعات نعم سيد محمد يعني لحظة هم بتفخرين بهذه الأعمال وتصويرها وكانهم لا يعانون أي اهتمام للقانون الليبي ولا قانون الدولي الإنساني مثل مجرم دائما يعطي لنفسه الحجز بأنه يقوم بعمل وطني يعني دمائي دمائي شهدالي حدث عنها المحتوى هذا الذي يحرق في المنزل وما هي الفائدة التي سيجنيها أن حرق منزل يعني يعني هل هؤلاء هم من يمثلون الدولة المدنية في مطقة الغربية أين هي لغة العقل لدى من يدعم هؤلاء الإرهابيين والمرتزقة في حرق المباني وقتل الحيوانات حتى الحيوانات لم تنجوا من أعمالهم الإرهابية نحن نتأثف على من يشاهد مثل هذه الأعمال ويدعم وجود هؤلاء باحتقاد أن هؤلاء تتجني من وراهم الدولة الليبية دولة مؤسسات أو ديمقراطية أو تدول سلم على السلطة كيف يريد أن يقنعهم سيد السراجة وغير سيد السراجة بأن يسرق سلاحهم وبأن عليهم الذهاب إلى تناديق الاختراع هؤلاء عبارة عن شدات أفاق لا يمتلكون ذرة واحدة من ذرة الشرف أو الأخلاق هؤلاء مجرمون حرب تورطوا في مثل هذه الأفعال وسيسأل سيد السراج وأتمنى أن ترى عمل يخط تحت هذه الكلمة سيسأل فائز السراج أمام المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الآمن في كل فعل إجرامي اختكبته هذه الأعمال وهو ثابت الآن بالدليل القاضح في كل المقاطع هذا المقاطع ليس المقاطع الوحيد بل هناك العديد من المقاطع هؤلاء الرهابيون ولقوا دعم من فائز السراج وفائز السراج سيسأل بإذن الله عن كل هذه الأعمال الإجرامية التي اختكبها هؤلاء الرهابيون لحق ابناء الشعب الليبين نعم إذن المحام والنشط الحقوقي محمد اللافي كنت معنا عبر الهاتف ونعتذر منك لذيق الوقت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر